اشتركوا في القناة ضيف حلقة اليوم سبق له أن تقلد منصق نائب رئيس جهة الدار الويضاء السطات وأيضا وزير الشباب والرياضة في حكومة بس الفاسق سيمون صيف بالخياط مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة مبارك الله فيك الأخوة في هذه الحلقة سنتوقف أساسا عند الاشتراع التي تحملت فيها مسؤولية وزارة الشباب والرياضة بين سنة 2009 و2012 لكن قبل ذلك أدعوك سيد الوزير وأدعو المجاعدين الكرام لتتبع فقرة مصر وبعدها نواصل الحديث مرصف بالخياط هو خبير في التسويق سليل عائلة فاسية أغلب أفرادها تجار تزاد في مدينة الرباط عام 1970 حصل على شهادة البكالوريا في جعبة العلوم التجربية سنة 1988 وتخرج من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات إسكاهو في عام 1992 التحق بالشركة العالمية بروكتراند جامبل اللي تحمل فيها بزافة للمسؤوليات في المغرب والشرق الأوسط بفضل خبرة دياله في المجال تمكن منصف بالخياط باش يكسب ثقة رجل أعمال عتمال بن جلون اللي يكلفو باش يسير بزافة للشركات بحل ميديدل واتيكوم في عام 2009 غير يدخل منصف بالخياط عالم السياسة في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار بعدما تعين في منصف وزير الشباب والرياضة ما بين 2009 و2012 تولى كذلك رئاسة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين من 2011 حتى العام 2023 بعد انتخابات سنة 2015 أصبح منصف بالخياط عضو في مجلس سيد بليوت ومجلس مدينة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء السطات وفي سنة 2020 أعلن بالخياط على تزال العمل السياسي وتوجه للعمل الجمعوي والتفرغ لتسيير وإدارة الشركة القابضة عشاند اس عودة إلى برنامج جهداز الذي نصدفه فيه الوزير السابق المكلف بالرياضة منصف بالخياط شفنا المصار لديكم منصف بالخياط وعكس ما يمكن أن يتصوره من بعد منصف بالخياط هو منتوج المدرسة العمومية وفخور بذلك تانوية دار السلام بالريباط ومعهد العائلية للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء نيس كاو كيف تفسروا عن الاختيار للتعليم العمومي في الوقت الإمكانيات المتوفرة نظن عند العائلة دير بالخياط تتيح لكم الالتحاق بالباعات الأزنبية الحمد لله كان اختيار شخصي حيث أنه في ديك الأيام في السكاو كان واحد المباراة اللي تيدو زوائل التعليف ديال الكانديدان ومني نجحت في هاد المباراة شفت بأنه كانت مباراة أخرى عن شركة بخوك تغنقامل هي الشركة اللي تتعامل لوحد صابون معروف في المغرب واللي كانت من دراسة عالمية في تسويق واختاريت من دخل لديك المؤسسة أظن بأن أفضل ما استخدرته في حياتي هو أنه اشتغلت في شركة بي ان جي أو بخوك تغنقامل اللي خلتني نجح في المصار ديالي ديكا راجل آمل وغتجي لمرحلة ديالستيوزار وبالضبط في نهار 29 يوليوز 2009 غيتم تعينكم وزير الشباب والرياضة في حكومة عباس الفاسي غيريشكون تعين ديالكم غيريجي في واحد إطار ديال تعديل حكومي طفيف يعني ربعا دياليوزارة لتعينوا داك داك نار واشكنتين موجد دراسك لهاد المنصم ديال الوزارة السبب والرياضة واشكنتين متوقع أنك عادتكون في يوم من الأيام وزير للشباب والرياضة أولا كان تعديل حكومي وفي نفس الوقت كان حزب الأصلة والمعاصرة اللي كان في الأغلبية داس المعارضة والموفمان البوبولار الحركات الشعبية داس الأغلبية إذن كان واحد أمي ماندا ديال الليجيسلاتور ديال أستاذ عباس الفاسي هذا التعديل الحكومي اللي دخلت كوزير ما كان شان توقع نكون في يوم من الأيام وزير ولكن اللي خلتك تعرف هو أنه بعدما دخلت لشركة بروكتان جامبل اشتغلت أربع سنوات في المملكة العربية السعودية كمدير ديال الجهال الغربية وأيضا كمدير ديال تسويق في أفريقيا والشرق الأوسط ومن بعد ذلك دخلت للمغرب من بعد أربع سنوات في المملكة العربية السعودية ومنه دخلت للمغرب اشتغلت مع شركة تيريفونيكا ودخلت واحد للجمعية اسميتها ألتغناتيف كان رئيز يلاوسي بنعمر الله يذكره بخير ومن بعد ذلك دخلت واحد للمؤسسة أو جمعية أخرى اسميتها دوميل ست دابا وهذا يعني أنه من 2000 وأنا تناضل في إطار لي وإطار سياسي ولكن جمعوي واللي كانت نشوف بأنه سياسة بالنسبة للشباب مويب باش الشباب يدخلوا للعمال ديال الجمعوي والسياسي في المغرب لأن المغرب يستحق أنه يكون عنده شباب واللي كانت نشوف اليوم وأنه يليا با درنوف المانداليهة au niveau политيك أكتوال et c'est très très دماج كالشباب ما يدخلوش للحزاب السياسية وأظن بأن هذه نقطة أساسية اللي سننشوفها كالناس ديال السياسة وأخا أنني خشم السياسة ديال منذ أربع سنوات تقول أنت لان الفترة اللي كنتي فيها في العربية السعودية وبزاف الناس ما تعرفوش بإدناه منصف بالخياط مع السعائر ديال الحج يعني كنت سمعوش كنت سمعوش الزاف خويا منصف وما كنت سمعوش الحاج منصف بدنا نقول له خويا حاج منصف جيش مرات ربط حاج منصف بالخياط من بعد يعني فاش جات الفترة ديال الاستوزار كنتي كتشتغل إلى جانب عثمان بجلون رئيس المدير العام دي مجموعة في ناس بانكم بدناعرف مش عثمان بجلون شجعكم يعني إلى تجربة جديدة داخل الحكومة شو إحنا اليوم في شهادات ممكن نقول لك بأن عثمان بجلون هو واحد الإنسان اللي هو وطني تيبغي البلد دياله وتيبغي الملك دياله وفي نفس الوقت أظن بأنه من أبرز الناس اللي شفته في حياتي اللي عنده واحد رؤية مستقبلية عثمان بجلون في كل مرحلة من حياته دائما تيفكر على عشر سنين عشرين عام تلاتين عام وهذه هي القوة دياله لما أعرف بأنه سوف نرجع وزير أكسف له رسالة وجاوبني برسالة اللي تيهنيني وفي نفس الوقت تيشجعني وبقات بعد ذلك العلاقات ديالنا علاقة طيبة اللي تدخلين اليوم نكونوا أصدقاء لو مقابل الدفون ديالكم العكومة دياله بس الفاسي كانت في نفس الوقت المهادرة ديال سيدة نوال المتوكين اللي كانت أيضا وزيرات الشدو بريد أقبل منكم واللي بحسبة أيضا على حزب تجمع الوطني للأحرار بدار كيفاش مرة الأجواء ديال المراسلين تسليم السلطة مع نوال المتوكين وشلو ما أبرز الملفات حديث اللي دار بينكم عنا ذاته مع نوال المتوكين مراسل تسليم السلطة عادية وزير تخرج ووزير تدخل عادية السياسة في جميع الدول والملف اللي كان أهم ملف كان ذلك الرسالة الملكية للرياضة لاتخ غويل شغل السبو اللي دارت في المناظرة ديال الرياضة في 2008 في الصخيرات واللي آندا كانت نوال متوكي الوزيرة واللي بنسبلنا كانت خريطة الطريق بنسبة الرياضة واللي عدد من الأوراش عملناها منبتقة من الرسالة الملكية ديال 2008 على الرياضة من بعد الوزارة كانت عندكم مجربة متميزة أيضا داخل مجلس الجهة ومجلس الجامعة كانت تجربة سياسية متميزة ولكن في أبريل 2020 خلقتين مفاجأة وقدمت استيقانتكم من الحزب ديالة جمعة وطن الأحرار بل غادرت العمل السياسي وبررت هذا القرار بالرغبة ديالكم للتفرغ لإدارة الأعمال ديال المجموعة ديال المقاولات اللي كتمتركوها واش هذا القرار ما كانت فيه يعني الأنانية بحيث أنك فضلت المصلاحة المقاولات ديال المجموعة ديالكم على المصلاحة العامة وهو شوف جوج مدارس كالمدرسة ليست تقول بأنه الأعمال والسياسة ما تتلقر وكالمدرسة ليست تقول بأنه لما تكون شاب عنده ما يعطي العمل السياسي يخصو يكون موجود أظن بأنه برهنت بأنه عطيت العمل السياسي لمدة عشرين سنة سنة 2000 إلى سنة 2020 لا في إطار العمل الجمعوي ولا في إطار العمل الحزبي ولا في إطار العمل ديال الحكومة ولا في إطار العمل كمنتخب حيث تم انتخابي كرئيس نائب رئيس مجلس جهد دربي دستات لو مهم أنه توصل الإنسان واحد المرحلة لما تكون الأعمال ديالك تيرجعو أعمال عن المستوى العالمي وعنك مؤسسات خارج المغرب تكن اليوم مشاكل كبيرة لما تكون رجل سياسي بالإنجليزية تيقولو اكس بوست بوليتيكلي اكس بوست برس البنوك اليوم تيشوفو بأنه لما تكون رجل سياسي من كل مش يعطوك خروض لأنك فزات إن بخصن آرسك إذن تي يمكن نقول بأنه اليوم حان الوقت وبضغط من البنوك المغربية وأيضا الدورية أنه الرجال ديال سياسة صعب عليهم باش يديروا الأعمال ويديروا سياسة اختارت واحد طريق وأدون بهذا طريق إيجابية لأنه لما تتخلق فرص الشغل للشباب واليوم الحمد لله وصلنا إلى 2400 شاب اللي تنشتغل فيها هذا أيضا عمل نضالي لتتعاون الشباب بواحد طريقة أخرى واليوم عنا واحد الفونداسيو اللي أيضا تنعاون الشباب باشي خلقوا شركات دياله بالمؤسسة دياله مسكونا باليستغتاب وعمل جمعوي وعمل تطوعي اللي تي خلينا نشاركو في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ديال بلادنا واش من دمتيش على تجربة اللي كانز عندكم في العمل السياسي نالا أبسولي موطا كانت جربة هائلة فخور جدا بالعمل اللي درت وبال نتائج اللي جبتها وأظن بأنه لما تنكونوا في الطريق وتنشوفوا الملاعب ديال القرب واللي تلعبوا فيها دريري صغار الكرة تنكونوا فخورين جدا لأنه هذا مشروع اللي تخلق في مكتب وزارة الشباب ورياضة مع لأطور ديال وزارة واللي خلقنا مع ديال ارشيط هاد لقونس ديال كلب صوصيو سبورتف ديال وكل شي تيشهد بيها وليوم يمكنن قولو بأنه ست تنجران سكسي ونفرستر في بعض مشاكل sur لغوvernance ولكن sur لب لان infrastructر الحمد اللي كل شي عندكم التصور ديال في لقية البرامج ديال الملععب القرب تصور على جوج ديال النوقات أولا التمويل لد faid الملععب ديال القرب وثانيا تسير أو الحكامة ديال هذا الملععب تتمويل لها كان شاركا بالوزارة والجماعات الجماعات كانت تجيب الأرض والوزارة تتمو المشروع كان عنا بليزير تيب دي كلوب سوشيو سبورتيف دي بروبشميتي دي دي كانت يبدأ المشروع من خمسمائة ألف درهم إلى خمسة المليون ديال الدرهم خدينا تنين وعبعين ديالي زاقشي تكت على صعيد المملكة والهدف ديالنا هو أنه كنا بغينا نوصلو الألف ديال الملعب ديال القرب الحمد لله في سانة وصلنا لربعمية وتم التدشين ديال 72 ملعب قرب قبل ما نخرج من الوزارة لأنه ما ننسوش لكونتكست الاليباك اللي كان فيه ال 20 فبريه ولا نوفال كونستيطوشيو وحكومة جديدة اللي جاتت بلوتو وخرجنا من الحكومة لتخوى جنوية 2012 ومبعد ذلك تم تعيين عدد من الوزارات تقريبا تسعود الوزارة من بعد ما جيت وكل وزير كان عنده واحد تصور لي هو مختلف بالنسبة لهذا الملعب القرب اللي يمكن نقول لك هو أنه الوزير الحالي الحمد لله أعطيه واحد الأهمية مهمة للملعب القرب ويمكننا نشوفه بأنه كان واحد تقدم مهم المشكل هو فعلاً ما كان نشوفه بأن الفكرة ديالها ملعب القرب يعني زارت عن الأهداف ديالها الأصلية بحيث أنه هذ الملعب ديال القرب كان نشوفه اليوم أصبحت فضاءاً من الاستغلال السياسي من طرف الجماعات ومن طرف المستشارين الجماعيين نشوفه أيضاً أصبحت وسيلة للاغتلاء السريع بالنسبة لبعض الجماعيات باش نكونوا بحيث؟ سؤال ديالي فإن فاش وضعتوها التصور في اللون والاستفادة من هذا الملعب القرب كانت خساتكم بالمجان أو لا بالمقابل هذا النقطة هي نقطة محوارية كان واحد لديبا في الوزارة ما بين الأوطور ديالوزارة باش نشوفه واش هذا الملعب القرب اللي غادي نخلقه واش خساتكم بالمجان ولا خساتكم بالخلاف القرار اللي خديت وأنه كان خساتكم بالخلاف واحد المونطن سيمبوليك اللي هو عشرين درهم في الشهر لكل فرد اللي يمكن لو يستغل هاد الملعب القرب لأننا احنا في واحد الفيلوزوفي وأنه لما تكونش حاجة فابور ما تنعطيوهاش القيمة ذوك عشرين درهم وكنت نقول لهو بأنه عشرين درهم للشهر يمكن مؤسسات يمكن لا تشري دي بيه ولا دي كارت بوريجان وتعطيهم باش يدخلوه كان واحد لغان ديبا ما بين الفلسفة السياسية ديال اليميك والفلسفة السياسية ديال الياسر أنا تمشي من واحد المنطلق أنه الحاجة اللي هي فابور لوحد ما زيعتاش قيمة وتقدرش تدير لامانتنانس ديالها بديك عشرين درهم ليدرنا وصلنا لواحد المساواه انه تكين واحد دي الدخل ليمكنه يخلص لك الجرديني يخلص لعديك الاساس وضو والما وضو والما سبورتيف ديال تغني لأنه ستكون او سيرويس دي قارتير او سيرويس دي جون دي قارتير بدون اي عمل سياسي ستن سيرويس ببليك ليفشيكون بدون اي عمل سياسي ادون بان هذا ستكون الاسعار يعني مقبولة وتوراعي القدرة الشرائية ديال ديال الفئة المستهدافة من بين الانجازات الاخرى المحتوبة على الفترة اللي تقلتو فيها منصب وزير شبيب والرياضة هو استكمال الملاعب الكبرى ديال كرة القدم ملاعب ديال مراكوش وطنجة وايضا اقاذير علما ان هاد المشاريع مشاريع عرفت واحد تأخر واحد تأخر كبير بحيث ان الاشغال كانت بدأت في سنة الفين وجوج وتقلت الوزارة في الفين وتسعود وقمت بواحد تسريع ديال عملية الاشغال وتم استكمالها في فترة وجيزة السؤال ديالك كيف اجد القرار ديال تسريع هاد العملية الاشغال واش كان من السهل بالنسبة لكم كوزير شبيب والرياضة يعني تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال الاشغال وهو اللي غارب في الامر هو انه الموارد المالية كانت موجودة في الوزارة الوزارة عندها الفون ناشونال ديفلوبمان ديال سبا ولما وصلت كوزير لقيت فيها تقريبا واحد مليار ديال الدراء الموارد المالية كانت موجودة اللي كان خصوح تابيئة ودك شليدرت حيث انه كانت شخصيا تنزل الميدان كل اسبوع في أغادير كل اسبوع في مراكش كل اسبوع في تنجا تنجلس شخصيا مع لزنطر بخيز ومع لزرخ شي تاكت باش نصرعه افتتاح الملاعب والحمد لله توصلنا باش نفتحوه الملعب ديال مراكش في ضرف سنة تنجا في ضرف سنة وثلاثة شهور وأغادير تقريبا تلت شهور بعد ما مشيت من الوزارة ولكن كان موجود اللي هو أيضا مهم وأنه تم الافتتاح بجميع المستويات ديال الملعب العالمية يكون بخي سكون أبنلو سبيتاليتي اللي اليوم تنشوفوه في الملعب ديال قطار إلى أخير واللي خلانا لأول مرة في تاريخ المملكة يكون عنا ملعب في ديراج في ديرستوران واللي تنفكر الأخ أكرم الله يذكره بخير كانوا ديكساعة في الجابعة المالكة المغربية لكورة القدم وكان رئيس الويداد رئيس سابق للويداد تقول يا خوية منصف رح تنحلم تنحلم قلت له علاش قل يارا بحني لحنا في ميلون في صنصيرو لأنه تنشوفو السيدات في الملعب ولابسين بوحد طريقة والأطفال ووحد الفرحة اللي تتخليك بأنه كنا في 2011 واحد المستوى عالي اللي كان يمكننا نقوله بأنه المغرب ناجح في التنظيم ديالتظاهرات ديالالكورة مهمة وهاتش اللي خلانا أيضا من الإنجازات باش نجيبو كأس العالم الأندية للمغرب في 2013 و2014 وهذا كان إنجاز بهم وجبنا كأس إفريقية للأمام في 2015 اللي لم تنبضي لأنه كان إيبولا إلى عقلتي ولكن الحمد لله عادت يعني بأن المغرب عنده كفاءات وعنده إمكانية باش نضم وباش يجيب التظاهرات العالمية المغرب مدومنا تحدث عن الملاعب الكبرى كالواحد بنقاش على الجدوى ديال الحلبات ديالألعاب القوى يعني واش نقدر نعتبر هذه مسألة كانت خطأ أنا داك هو شوف اللي بلانت دارو في 2001 وبدأو لبروجي في 2001 وبدأو غروزة في 2009 و200 و200 لك نستطيع نستطيع المغرب ما نقول لك اليوم وأنه ألعاب القوى ولعبت واحد دور مهم في تاريخ رياضة المغربية وكانت ديك الفكرة ديالألعاب القوى مع كرة القدم تتمشي وان بارالل اليوم وصلنا لواحد المرحلة اللي كان عدد كبير من الألعاب جول الملعب الكوبرا فيهم ألعاب القوى ولكن المغرب يحتاج إلى ملعب واحد كبير بدون حلبة ألعاب القوى ألعاب القوى وأظن بأنه ما دوبنا كبير مع الملعب الكبير كان السؤال على الملعب الكبير اللي بدار لبيضاء هذا السؤال للملعب الكبير بدار لبيضاء إنه لما كنتي وزير كنتي صرحتي بأن الأشغال الملعب الكبير اللي بدار لبيضاء أتبتف شو تمبير 2011 وأن الملعب غيكون جاهز 2014 تعرف شنو شنو وقع من بعد وهو الملعب الكبير ديال الدربيضاء أتم لديمي ناجمان ديالو أتخواغو بخيز في اللول كان خسو يكون في البوسكورة ومبعد كان خسو يمشي لسيدي بومن ومبعد داليك خسو يمشي المديوناء ودابا شفت بأنه الوزير سيطالبي العالمي أصرح بأنه هدي يمشي البن سليمان أظن بأنه الملعب الكبير ديال الدربيضاء خسو يكون في مدينة الدربيضاء وخسو يكون قريب من البغتال دو تغوت انتر الهابة والدربيضاء ولبغتال دو تغوت كنتي دو الايروبار محمد 5 كنتي في مجلس الجيعة وكنتي في مجلس الجماعة ديال الدربيضاء وسمكاس الفرصة ثانيحة للتسنيع ديال إنجاز ديال هد المشروع وهو هد هد المشاريع لبجي ديالهم بالملايين دولارات هدا غادي يكون مشروع اللي غادي يكون تقريبا ب400 مليون دولار اللي هو 4 مليار ديال درهم هي مشاريع اللي مهمة واللي خصصها تفكير كبير قبل ما تبدأ ولكن نقول لك واحد القضية عندنا ملعب كبير اليوم اللي هو ملعب طنجا من بعد المادار كله اللي يمكن يكون الملعب الكبير لكورات القادم للمملكة المغربية ويمكن نغاد دو لأمور باش تلا بيس دات لترجاع دي سييج اللي بحد اللي اللي اخشتاكت بوف تخوف دي صلوش انترسان إذن كين لحل في طنجا وعنش اللي الملعب الكبير دي دربيد إن شاء الله لأنه أنا متأيقين بأنه في 2030 غادي تكون إما المباراة الافتتاحية أو الفنال في المغرب إن شاء الله دي كوب دي موف أنا جستب تكن 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 كأس العالم 2030 المغرب وضع ترشيح دي لأو في إطار واحد الميلف مشترك مع إسبانيا ولمرتوغال أولا كيف تشوف الحدود دي الميلف في المغرب حدود كبيرة جدا أنا متأيقين بأنه دوسي ماروك إسبان بورتوغال وأجرد إمبارتابل نجو ما كنتشوف لجنة الترشيح دي المغرب اللي حتدان كاس العالم 2026 لشنو الأخطاء اللي رسك بنها في 2026 ونلي خسنا نتفاد وإدابا بس ننجحو في حتدان عن 2030 كاس العالم 2030 هو الخطاء دي 2026 هو نفس الخطاء دي الكانديداتور بخيسيدنت الحقيقية تنجو بذي ما كاد اليوم أظن بأنه في 2030 غادي نجو مشاريع حقيقية لما تنشوف تقدم الباهر دي المغرب انترم دات خاص دركتور بالنسبة لزوتوغوت بالنسبة لليتخان بالنسبة لزوتال بالنسبة لزايروبور تنفتخر وتنشوف بكل أمانة أنه في 20 سنة المغرب درواح تقدم كبير جدا انترم دات خاص دي من حي تنشوف بقاو لزوبيتو وهذه نقطة أساسية بالنسبة للميلف دي الكنس العالم وبقاو الملاعب المشكل دي الملاعب تحل لأنه ست كوندداتور كونجوان مع سبانيا والبورتوغال دوك سنة 4-5 دي الملاعب برا هي موجودة اللي هي رباط اللي هي تنجا اللي هي يمركش هنزيدو الملعب دي الدرب دا أظن بأنه مهم وغايكون عنا التنجا اللي هي مهم في هدل المغرب عندو القوة التفاوضية الكافية باش يحتضن سواء مباراة الافتتاح أو مباراة النهاية عندو القوة التفاوضية باش يحتضن المباراة دي الافتتاح أو المباراة دي النهاية لأن الميلف الاسبانيا والبورتوغال هو ميلف فاشل بدون المغرب وقدون بأن المغرب الميلف المغربي ميمكلو ينجح إلا إلا كان الاسبانيا والبورتوغال لأن لما تتشوف بأن هو ست تكون جنكسي بين الأفريق والأوروب والاكوب الدمون دي مريد de ربن على الأفريق بعد ما كان الأفريق دي سود 2010 إذن حان الوقت باش لكم دي من ترجع لأفريقيا في المغرب نجا الله في 2030 إما الماتش دي الافتتاح وعناش لدي النهاية باش خلينا نكونوا واحد الشعب اللي وره القوة دي لألو باش يدير لبن ما بين بلزير كولتور بلزير ريليجيون وبلزير كونتير منصيف من خياط أنتما أيضا رئيس مؤسس لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين وشفناك مؤخرا يعني سلمتين مش عن الوزير دي الرياضة حاليا شاكيب الموصر من بعد واحد ثلاث الولايات واش تجريبا كانت ناجح من نزب عليكم دي نهاية المؤسسة الحمد لله مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين جتما حد الفكرة احنا كنا كبرنا واحد جواغ دي فوتبول دان الهسطور سي بن بارك الله يرحم كانت وفا بلا ما يعرفوا هالناس وقلنا ما يمكنش هات شي يقع مرة أخرى خسنا نعطي الأبطال الرياضيين الأبطال الشامبيون واحد الهيكل اللي يمكن لو يحميهم المؤسسة محمد السادس الأبطال الرياضيين تخلقت ب واحد الرؤية لصاحب الجلالة نصره الله محمد السادس واللي طلب مني باش نلقى هاتك الهيكل خلقنا المؤسسة محمد السادس لتاخذ الإسم دي الصاحب الجلالة واللي تم خلقها في 2011 اليوم بعد 11 السنة عنا الحمد الله 1080 عضو وعنا 1080 مستفيد مستفيد اللي هو الاستفادة الأهم فاتشي كامل وأن كلهم عندهم السيكوريتي سوسيال والأسيورانس مالادي دمال الشيماعي بالنسبة لهم وبالنسبة لأولادهم التغذية الصحية النقطة الثانية هو أنه كان 150 دي الأعضاء اللي تنخلصوا عليهم الكيراء لأنه ما عندهمش الموارد المالية باش يقدروا يسكنوا واللي بالنسبة لي مهم جدا هو أنه عند 350 عضو اللي الأولاد دي هم تنقريوهم إما في الإعداد أو في الجامعي وهذا كلهم أبطال رياضيين يعني اللي حقوا أولاد الأبطال الرياضيين كان بعض الأبطال اللي يعني الشروط باش يقرأوا اللي يصبحوا إنجينيور يعني الشرط الأساسي الشرط الأساسي هو أنه تكون شامبيون دافخي كمينموم واللي خلانا نوصل لألف وثمانين عضو وأيضا 130 من ديال الحجاج اللي مشاهوا الحج عن طريق صاحب الجلالة النصر والله اللي تنشكره على بالنسبة للمؤسسة اليوم جاء وحان الوقت باش ندوز المؤسسة للسي شاكيب بن موسى اللي تقدم في الجمع العام اللي غدي يكون بعد غدا إن شاء الله في مدينة الضربدة وتنهني وإن شاء الله أنا فرحان لأنه تنشوف بأنه سي شاكيب غدي عود يوصل لمؤسسة محمد السليس واحد المستوى اللي هو أعلى إن شاء الله آخر سوئين غدي يكون على المارشي تكتور اللي عندها سلح حكومية حالية بحيث كنشوف بأن الرياضة تم فصلها عن الشباب كيف كنا متعودين لما قدمتي البرنامج لما قدمتي قلتي بأنه كنت مسؤول على الرياضة الشباب والرياضة أنا كنت مسؤول على الشباب والرياضة والعمل اللي قمت فيه بالشباب هو عمل اللي أنا فخور به وخاصة لكلوب سوشيو سبورتفي دو بروكسيميت اللي بالنسبة لي هو عمل آكتر للشباب وله كبير وإيئة قطاع الرياضة تم إشاركوا مع قطاع تربية الوطنية وعلى هو بالنسبة لي قرار سليم القوة درياضة المستقبلية من 10 سنين و 15 العام وديره النياب هو وأظن بأنه لما تكون وزير مسؤول على القطاع ديال وديال الإدوكاسيون ناشونال ودرياضة يدي سينيرجي لذا تخلي بأنه السياسة العمومية مبنية على سبور سكولير و سبور ستنجح على المدى المتوسط والمدى البعيد وصلنا لآخر فقرة في برنامج شهادات فقرة صورة وتعليق إذن فقرة صورة وتعليق كيف العادة كانت لبون من طيو ديال برنامج إنهم اختارنا صورة من البوم الصور ديالهم باشي عالقولينا عليها وانتوما منصف بالخيات اختارتونا جوج صور الصورة الأولى اللي كنشوفكم وفي مبنى لأمم المتاحدة هذه كانت لأسمبلة جنرال ديال ناشون جوني في 2010 تمامي العام للأمم المتاحدة 2010 كان الاجتماع ديال الرؤساء الدول ديال المتعلق بالشباب ولقيت بهذه المناسبة واحد على الشباب العرب حيث أنه كنت رئيس وزراء الشباب العرب وشفت بأنه في ذلك الوقت بأنه الشباب كان خصو واحد الاهتمام مهم بالنسبة للسياسات العمومية حيث الشباب في ذلك الوقت تغير ونعطيك أفضل مثال على تغيير الشباب وأنه شباب الوقت ديال الزواج جاله كمعدل فات من 22 سنة ل32 سنة ديال عشر سنوات جديدة في الحياة في العمر ديال الشاب والشابة كعازب أو عازبة واللي ما كانت في الدول العربية أي أفخ بيبليك اللي يمكن شباب يقدروا يتنفسوا بها بالنسبة ل جميع الأمور المتعلقة بالحياة إذن تحول كبير لليوم أنتغنت ولا ترفوني جابت واحد واحد البديل ولكن يمكننا نقول بأنه الشباب في الدول العربية تغير وهذا بالنسبة لي لديسكور كان واحد ديسكور مهم بالنسبة لي في الأمم المتحدة كان شوفوا الصورة الثانية اللي قد جمعك هاد المرة بالملك محمد السادس كانون هاد الصورة كانت أتنى حفل التعيين ديالكم في الحكومة ديال عباس الفاسي شنو تقدر تقولنا على هاد الصورة شنو تقدر تقولنا على الحديث اللي دار بينكم عنا ذاك مع الملك محمد السادس وأول شيء هو أنه فخور جدا بعد الصورة وفخور جدا أنه كنت وزير في حكومة صاحب الجلالة نصره الله فهذا الاستقبال اللي تنفتخر به هو أنه كان صاحب الجلالة مبتسم وقال لي في هذا الاستقبال باش نفتح الملاعب الكبرى بسرعة وهتي علش كنت شخصيا تنهبط المراكش والأقادير والطنجا كل أسبوع باش نفتحوه الملاعب الكبرى بسرعة وفي نفس الوقت قال لي اللي انت محتاج تصل بيا مباشرة وشهادة كلما كتبت له أي طلب أو رسالة الحمد لله في 24 ساعة كانت يكون واحد جواب واللي تيدل بأن صاحب الجلالة يبغي البلاده ومالك اللي شغل بواحد القوة مهمة أنا جو جانجا غير دون سوفني ريكس تخوضينا وتنشكره اللي عناية ديالو والعمال اللي قمت معاه والمساعدة اللي ساعدني باش ننجح في العمل اللي يليه الحمد لله منصف بالخيات شكرا جزيلا على هاد الشهادة اللي قاسبتها معنا حول تجربة ديالكم على رأس وزارة الشباب والرياضة مشاهدي ريد 360 شكرا على حسن المتابعة ألقاكم في فرصة قادمة بحول الله شكرا مرحباً 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 شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة